اتفضالي انا معاك انا مشكلتي يا دكتور ان انا وزني كان ميت يلو تمام عملت نظام رجيم ونزلت لحد السبعة وتمانية برافو حلو وبعدين بس انا جسم كلته بينزل معادة بطن بطن كبيرة جامد وعنده النص اللي اعلى من السرة اكبر من التاح تمام وليه الاول كده يوم ايمين انتي سنة كم سنة انا عندي ثلاثين سنة تمام طيب انتي تقريبا تعرفي طولك قد ايه تقريبا ايه 53 طيب ما شاء الله تمام برافو عارفو حلو عملت اي عمليات قبل كده اي حاجة من اي نوع لتحرير الموضوع ده غير موضوع النظام الغذائي لا ما عملتش ايه هو من نظام الغذائي بس ان انا ماشي على حلو فيه ولادات انا قصدي كمان يعني مثلا ايه وولدت اربع مرات قيصري ولا طبيعي لا قيصري قيصري استاذة ام ايمان تابعيني وانا النهاردة في الحلقة هتكلم على الحالات كتير اوي شبهك كده برضو فخليكي معنا ما تروحيش في حبتة واسماعي الكامل احنا هنقوله ده ان شاء الله نقدر نفيدك برضو استاذة يعني بتتكلم في حاجات مقاربة جدا اللي انا هتتكلم فيه هي تقولك ايه انا وزني 100 كيلو تمام ونزلت لغاية ما بقت 86 كيلو مثلا تمام وبتقرب من الوزن المثالي بتاعها وبتقرب من اللي هو مثلا وزنها لو حسبنا زي ما احنا قولنا من قياس كتل الجسم فهي المفروض تبقى مثلا في اواخر الخمسيات اوائل الستينات من كيلو يعني هي قدامها مثلا بتاع 20 كيلو عشان توصل الوزن المثالي هنا بنقدر نقول تقريبا وطبعا بنحسب الموضوع ده اكتر بالكشف الطبي ان احنا حاجة مهمة قوي مقاربة جدا اللي احنا عاديين بنقوله احنا انتي كتفتيت وشفت الدهون حل مناسب جدا لكي ان انتي عندكيش سمنة عامة قوي فممكن يحل شفت الدهون وتفتيتها وبالذات بتقنية الفيزر زي ما احنا هنتكلم النهاردة هيفيدك جدا بس حاجة مهمة قوي وكلمت عنها في حلقات سابقة وان شاء الله نوضحها كمان في حلقات جاية هي بتتكلم على منطقة البطن ونلاحظ ونحط تحتها ميت خط بنتكلم على بعد ولادات وبتقولك يا ولادت اربع مرات وقيصري يعني نتوقع كده ايه من غير ما نشوف حاجة هي مشكلة مش بس هتبقى دهون هي في مشكلة هتبقى ليه علاقة بالجلد ومشكلة ليه علاقة بالعضلات طبعا لك انت تخيلوا يعني في سيدة حملة اربع مرات وتم الولادة قيصري يعني قطع في العضلات وده حاجة اسمها فتح بطن فبالتالي العضلات ضعفت جدا وحصلها تأويس وفي حاجات كتير قوي ترأت على العضلة محتاجة انها تتغير فبالتالي ام ايمان جزء تفتيت وشفت الدهون بالنسبالك هيبقى حل جزئي ده غالبا من كلامك انا لسا ما شابناش حاجة لكن عشان نوصل لأعلى نتيجة ممكنة يبقى لازم نصلح كل العناصر التانية الجلد والعضلات فكده ممكن يبقى التدخل اعلى شوية وهو التامي تاك اسمه او شد البطن اشتركوا في القناة